وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندما تتسقط الأمطار لمدة طويلة مثلا لمدة يومين أو تلت أيام وأنت لم تتفقد المنحل ولم تزور المنحل وتحسن الجو وأصبح الجو مشمس ودافئ تذهب إلى منحلك أخي الكريم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساء يعني بعد العصر ماذا تفعل أخي الكريم تنزع الغطاء على الخلية والغطاء الخارجي كما تشاهدون إخواني الكرام وذلك لكي تقوم بتجفيف الرطوبة الموجودة داخل الخلية وعلى جوانب الخلية لأنه إخواني الكرام عندما تتسقط الأمطار لمدة ثلث أيام أو يومين النحل يقوم بالتجمع والتكور داخل الخلية مشكلا شكل عنقود ويقوم بتدفئة الخلية من الداخل فعندما يقوم بتدفئة الخلية من الداخل تحدث رطوبة داخل الخلية مما هذه الرطوبة ترتفع إلى الأعلى فعندما ترتفع إلى الأعلى تحدث رطوبة داخل الخلية في الأعلى فيصبح الغطاء الخارجي مبلول وكذلك الخيش الذي وضعته فوق الإطارات ستجده مبلول كذلك أخي الكريم ربما يقوم بامتصاص الرطوبة الموجودة داخل الخلية لكن يبقى مبلول فإن لم تقم أنت بتشفيفه ونزع الرطوبة الموجودة فيه فعندما يصبح الجو ممطر كمرة أخرى فتلك الخيش سيصبح فيه رطوبة كثيرة مما تصبح رطوبة داخل الخلية ويصبح الماء موجود داخل الخلية يصبح الرطوبة فقط فلذلك إخواني الكرام أنا أنصحكم دائما أن تقوموا عندما تجدون جو مشمس ودافئ اليوم بأكمله قوموا بفتح الخلايا ونزع الغطاء الخارجي كما تشاهدون وترك الخلية مفتوحة لكن بشرط إخواني الكرام لا تقول لي بأنني كيف أفتح الخلية وربما يحدث هشو مع الخلية والضبور موجود بكترة فهنا أخسر الخلية أعلم هذا إخواني الكرام لكن كما تشاهدون أنا ماذا أفعل في الخلايا الموجودة عندي أنظروا كما تشاهدون أضع قطعة من الكورتان البلاكي كما تشاهدين الكورتان البلاكي أنظروا وأفتح فتحه من هنا لكي أضع له المحلوس السكري وإن لم يكن تقوم بتغذيته بعجينة الكلد يقوم بغلق هذه بشريط لاسق لكن ضع قطعة من الخشب من الكورت بلاكي كما تجاهدون أو قطعة من الفلين أنظر أنا هذه القطعة من الفلين أضعها فوق الخلية هكذا وأضع خيش من فوق خلية كما تجاهدون هكذا وأتركها مفتوحة لمدة ساعة أو تلت ساعات أو أربع ساعات فهنا لا تحدث سرقة ولا تحدث هجوم إلى غير ذلك فكما تجاهدون الخلية عادي أنا منذ العاشرة صباحا وأنا مفتوح في هذه الخلايا أنظر تقريبا نفس الخلايا إلا التي بالعاسلة لا أقوم بفتحها لكن الخلايا الضعيفة الصغيرة أقوم بفتحها إخواني الكرام فهنا سأقوم بتشفيف الرطوبة الموجودة داخل الخلية وتصبح الخلية دافئة وليس فيها رطوبة وبعد ذلك أقوم بغلقها بعد العصر هذا ما في الأمر إخواني الكرام هذا ما تقومون به بعد أن تتساقط الأمطار إن أردت المزيد من المعلومات ما عليك سوى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لك على المشاهدة دمت في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم قاناة النحلة ترجمة نانسي قنقر